بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيدات والسادة الحضور الكرام حياكم الله وبياكم معكم محجثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية نراحل بكم في هذه المحاضرة الهامة التي تسعى لتحقيق الفائدة والمعرفة لجميع المهتمين والمختصين نلتقي اليوم لمناقشة موضوع حيوي يمص جوفر المجتمع العربي وهو إعادة هيكلة جودة التماسك الأسري للمجتمعات العربية في ظل ثورة الإنترنت فقد أصبح الإنترنت جزءا لا يتجزء من حياتنا اليومية وله تأثير كبير على مختلف جوانب حياتنا بما في ذلك العلاقات الأسرية وفي ضوء التحديات التي تواجهها الأسر العربية في العصر الرقمي تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز التماسك الأسري وضمان استمرارية القيم الأسرية التقليدية في ظل هذا التطور السريع يشرفنا اليوم استضافة الدكتور الرائد فاضل جميل الشيخ الأستاذ الجامعي في كلية ابن خلدون الجامعة وصاحب الخبرة الطويلة في مجالات الإدارة وجودة التعليم والدكتور الرائد حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وله باع طويل في العمل الأكاديمي والاستشاري في العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية كما نشر العديد من الأبحاث في مجالات محلية وعالمية وله مساهمات بارزة في تنظيم وإقامة دورات تدريبية في مجالات الإدارة والجودة سنستمع اليوم إلى رؤى الدكتور الرائد حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات العصر الرقمي والحفاظ على التماسك الأسري في المجتمعات العربية وسنسعى جميعاً لاستفادة من خبراته ونصائعه القيمة نترك الآن الكلمة للدكتور الرائد فاضل يقدم لنا محاضرته القيمة والماتعة والتي تحمل عنوان نحو إعادة هيكلة جودة التماسك الأسري للمجتمعات العربية في ظل ثورة الإنترنت أفضل سعادة الدكتور لكم الصلاحية كاملة أفضل الدكتور الرائد الحمد لله الذي به نبدأ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المهتد وعلى آل بيت النبي الطيبين الطهري وصحابته الغر الكرام الميامين أجمعين أما بعد فمن باب الوفاء مع أهل الوفاء أشكر قناة أريد العالمية التي هي منبع للأساتذة والأكاديميين والعلماء في خدمة مجتمعاتنا العربية على امتداد أرجاء المعمورة وشكر موصول للأستاذة والأخت الدكتورة هند المحترمة والأستاذ الدكتور عدن القلعش المحترم الذين استضافون في هذه الساعة المباركة من هذا يوم الجمعة المبارك وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة أعمالهم عند الحق تعالى سادة الأفاضل وكما ذكره السيد عدن القلعش المحترم أن عنوان المحاضر اليوم يحمل عنوانا نحو إعادة هيكلة جودة التماسك الأسري للمجتمعات العربية في ظل ثورة الإنترنت سادة الأفاضل لا ننكر وبشكل جازم التأثير العلمي والفلسفي والثقافي والفكري والتواصل للإنترنت في زماننا هذا ولكن أقولها وبكل حقيقة ومع كل هذه الإيجابيات الكبيرة العظيمة لكن العديد من السماط من مجتمعاتنا العربية ومن تكاملنا الأسري في وطننا العربي قد ضعفت أو على وشك أن تنتهي من خصال هذه المجتمعات العربية الأصيلة التي ابتدأها هذا المجتمع بوجود قمة سامية ومن قبل ألف وخمسمائة عام وهو وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الأمة العربية الإسلامية في قيادة عالم متكامل من الصفات والمحاسن والخصال فهي تلك أمة لم نجد مثلها مثيلا على امتداد العالم في الخير وكما قال الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المكر أقول سادتي الأفضل مع الإيقاع الشريع للحياة والتقدم في كافة أنحاء العالم أصبح هذا العالم أكثر تعقيدا في حين كان في الماضي أكثر بساطة وأجمل أيام الناس في جميع دول العالم هي أيام الماضي أي وما قبل الإنترنت لقد كانت تملأ تلك الأيام وتلك الأوطان السعادة والدفء بوجود الحياة البسيطة وحنان الأجداد والوالدين وصدق تجاهات الجيران والتواصل الدائم مع الأقارب وصدق الأصدقاء وزملاء العمل في الوظيفة فكانت الأمان تتحقق بسرعة واحدة تلو الأخرى لصدق الأفئد والقلوب وصدق المشاعر بين الأمة العربية والإسلامية بل أن الأمراض النفسية والأمراض العضوية تكاد تكون قليلة في كافة أوطاننا العربية والنفوس طيبة نقية بريئة والعلاقات الأسرية الاجتماعية رغم بساطة الحياة تتميز بالتكامل والجمع الذي يسوده صدق المشاعر ووحدة القلوب الأفئدة وأما صلة الأرحام فكانت أوسع بكثير عما عليه الآن وأما على صعيد التكامل الأسري فأقولها وأمامه تبارك وتعالى إن الخيانات الزوجية كانت قليلة جدا أو شبه معدومة وكان أجدادنا ورغم عن وجود الإنترنت الذي هو اليوم سائدا في بيوتنا كافة ورغم انعدام وسائل التواصل الاجتماعي إذ كانوا يتمسكون بالقيم والعادات والتقاليد فكانت الأخلاق كما وصف الشاعر هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات فكانت الأخلاق أيها السادة هي الجسر والدعام التي تقوي التماسك الأسري ضمن العائلة الواحدة وضمن المدينة الواحدة وضمن الوطن الواحد وضمن الوطن العربي الواحد وضمن المجتمع الواحد وأما العائلة الواحدة فكانت بمثابة وطن متكامل من الأحاسيس والشعور بالغيرة واحدهم على الآخر والأب يحترم حقوق الوالدة والوالدة تحترم حقوق الزوج والأولاد يحترمون حقوق الوالدين كل منا يقبل يد والده ووالدته وأما الجيل اليوم قد عندما يسمع هذا الكلام يشعر بنوع من الاستغراب على أن الحالة كأنما من عالم الجنة وليس من عالم الأرض نعم هي تلك القيم التي كانت تسود في مجتمعاتنا العربية وأما التعليم قبل الإنترنت ورغمه عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي وأن العلم موجود في ملفات ألكترونية كما نشهده اليوم وعبر المواقع الألكترونية لكن التعليم ببساطته كان يعم جميع بقاء الأرض العربية في شمال وجنوب وشرق أمة العرب وأمة الإسلام بل أن كل قارات العالم تشهد تعليما قويا رصينا محترما بعيدا عن الأمية العلمية والثقافية والأمية الأخلاقية وكان المعلم هو المحور وهو العجلة التي تقود نشر العلم والمعرفة بصدق توكله على الله ورغم بساطة الحياة لكن كان يحضر الدرس بنوع من الأخلاق والسمور روحي ويطور أدائه شيئا فشيئا كي يمد الطالب المتعطش للعلم والمعرفة بكل صدق وإخلاص كالشمس وضحاها والقمر إذا تلها في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة الصادقة الحقيقية بل كانت وسائل الغش شتبه معدومة في قاعة الدرس ويخجل الطالب من معلمه ويشعر بالحياة أمام زملائه وأقاربه ووالديه ومنطقته التي يسكن فيها فيما إذا تم مسكه يغش بقاعة الانتحان مع انعدام وسائل الغش التكنولوجية والألكترونية التي تشهدها بقاع الأرض كافة حتى الدول المتقدمة عالميا ومعرفيا بل أن وسائل التأليف كانت متميزة بأصالتها وكتابها وعلمائها وفي كل يوم تشهد أرجاء وطننا العربي نشر عديد من المؤلفات لعلماء وأساتذة الدول العربية الذين هم سادة الدنيا في عراقها في سوريا في المملكة العربية السعودية في كل عواصم الدول في شرقه وغرب آسيا وأفريقيا وكل أمة العرب المشهورة بحضارة وتراث ليس من قبله وليس من بعده حضارة أو تراث وهنا أتذكر قول الشاعر رحمه الله إذ يقول تاريخنا من رسول الله نبدأه وما عداه فلا عز ولا شأن لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاجل الظلم طوفان كان ضمير الإنسان قبل حضور الإنترنت الذي نجلسه وانا الآن نعمل من خلاله في نشر المحاضرة كان الضمير موجودا في كل مؤسسات البلدان العربية وليس توجد هنا كاميرات لمراقبة أداء الموظف الكاميرات الألكترونية بل كان ضمير الإنسان العربي بكل مشارق الأرض ومغاربها من أمتنا العربية يعيش معه فكان الموظف يأتي قبل نصف ساعة من الدوام ويخرج بعد نصف ساعة من الدوام مع أنه لم نجد هناك وسائل تواصل اجتماعي عدل هاتف العادي بالأسلاق ولكن كان الضمير هو رقيب الإنسان في كل مكان من مؤسساتنا العربية وكانت الأجهزة الإدارية ومؤسسات الدول العربية كافة تتميز بالريادة والأصالة والحداثة وقيم الالتزام الوظيفي فلا نجد فسادا إداريا ولا ماليا ولا فسادا أخلاقيا أو سلوكيا الجميع يراقب ضميره ويعشق هاتفه القلب وروح بالله تبارك وتعالى لكي تطرح البركة في الزمان والمكان وهنا أتذكر قول أحد الصالحين إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص والزمان هو زمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم زمان آله الطيبين ومن ثم صحابته الغر الميامين وعلى شاكلتهم رضوان الله تعالى عليه الصلاة والأمكنة هي أمكنة كبيرة في بلداننا العربية تبدأ من مكة حماها الله ثم عواصم الدول العربية ومدينة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كل مدن العربية والإسلامي هي مدن مباركة طالما يذكر فيها اسم الله في المساجد في المؤسسات في الأسوار في كل مكان رغم إن عدم وسائل التواصل الاجتماعي لكن هكذا ذكر يطرح البركة في القلوب فتتعشق بالاتصال بالله تبارك وتعالى فتكون الضمائر حاضرة بلا تواصل اجتماعي يتصل الأخ بأخيه في عالم الأرواح ويسأل عنه ويتصل به في عالم القلوب ويتصل عنه بالزيارات الميدانية إلى بيت شقيقه إلى بيت جاره إلى بيت صاحبه في الوظيفة هكذا كانت قيمنا قبل الإنترنية مع إيجابياتي حتى لا يقول أحد الزملاء لكن يا دكتور في إيجابيات نعم قلنا في بداية الجلسة هناك العديد من السمات التكنولوجية والمجتمعية والأخلاقية لكن سنعرج على ماذا استفدنا من هذه السمات وماذا حل بنا من السمات السلبية بهذه الوسيلة الاجتماعية إن قدسية الوالدين أيها السادة كان لها مقام كبير وحضور كبير في الأفئدة والقلوب في مجتمعاتنا العربية وكان لها التأثير الساحر في حياة الناس وحب الأوطان كان من ثمرات الإيمان وكان عدد المساجد قبل ظهور الإنترنية رغم أنه قليلا مقارنة بما نجده اليوم من كثرة عدد المساجد في بلدانها العربية لكن الزيادة الملحوظة قد طرأت أيضا بالمقابل نتيجة استخدام الإنترنية الاتجاز السلبي في ظهور عداد من الملحدين الذين يطعنون في ديننا الإسلام الحنيف وأدى ذلك إلى ضعف الإيمان لدى فئة من الشراب وتهربهم من العبادات وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها السادة الكراب قديما كان المجتمع هو صمام الأمان لحفظ القيم والأخلاق والمبادئ من الضياع والاندفار وكانت الأعراف المتداولة في المجتمع بمثابة القانون الذي هو موثق ويصعب اختراقه أو تجاوزه بل كانت العوائل العربية تشهد تماسكا كالجدار الذي يصعب إسقاطه أو إيقاعه وكانت النخوة والشهامة العربية هي السيف الذي يسود في كل أرجاء أمتنا العربية والإسلامية يسود علاقات التسامح في الأسر وفي العوائل في الأسواق والجامعات في المجتمعات في كل مكان من بلداننا العربية والعرب مشهور بكرمه يسوده المودة والعفو والتواصل والرحمة وحسن الظن بالآخرين وقلة الأشخاص الذين يعملون بالغيبة والنميمة وقلة الخيانات الزوجية وكثرة أهل الصلاح من أهل الخير بين الناس بل كان الحياء سيد المجتمعات العربية للرجال والنساء والأطفال والشابات انسجاما مع قول رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام ألقائل الحياء شعبة من شعب الإيمان والإيمان من شعب الجنة أما اليوم فقد حتمت علينا وسائل التواصل الاجتماعي الملابس والسلوكيات التي إذا ما قمنا بتوجيه الأجيال عنها قالوا عنا نحن متخلفون أو جيل قديم بينما كان ذلك الجيل يرسم ملامح إذا قرنناها بملامح اليوم قد يقولون عنا ذلك مجتمع من الفضاء لأن القيم الأخلاقية والاجتماعية والعلمية والفكرية والفلسفية والولاء للأوطان لم نجد مثل ما نجده في أيامنا هذا بل كانت عظيمة وقيم كبيرة جدا وكان احترام الكبير سواء كنا نعرفه أم لا نعرفه فرض من فروض الأخلاق يستحيل التخلي عنه وكان ذلك زمنا مشهودا لكل الدول العربية ومجتمعاتها وكان للأشياء معنا وقيمة ولازلنا نحفظ في أذهاننا قيمة الجار انسجاما مع قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أوصاني خليل جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثني وصلى الله على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأما تبادل صحون الطعام في المجتمعات العربية بين الجيران والإخوان والأصحاب فكان سمة ليس من بعدها سمة بل كانت أشبه بسلوكا ملائكيا ينم عن أفئدة نقية صافية وأرواح قد ارتقت إلى أرواح الملائكة لتنشر الأرض بالسلام والمودة والإحترام وكثرة التودد للأقارب وصفاء وحسن النواية مع أن عدد المدارس ودور العلم والجامعات في تلك الأزمنة كان قليلا والتطور لم يكن بهذا المستوى الذي نشهده اليوم وكانت الدول العربية جميعها تأكل مما تزرع وتلبس بما تصنع وكان الجيران يحتفل لفرح جاره ويحزن بعمق لحزن جاره وكذلك حال العوائل العربية جسدا واحدا ونسيجا متكاملا إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى كان النسيج العربي أيها الأحب بلا نزعات ولا تفرقة ولا قطيعة أرحام بل كان التكاتف الاجتماعي هو سمة المجتمعات والعوائل العربية ولكن الذي حدث هو ظهور ثورة الانترنير وكنا جميعا فرحين أنه سيسود تعزيزا لتماسك مجتمعاتنا لا أضعاف قيمنا ومبادئنا وأضعاف همتنا في أن ندرك ما أمرنا به الله على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام فأصبحنا ندرك إنما كان صالحا في تلك الفترات وتلك الأجيال لم يعد صالحا لمرحلة ظهور الانترنير وأن كل الذي تغير أيها السابق هو جوهر الإنسان والناس ومعادنهم وضياع قيمة ما بينته أجيال عظيمة على امتداد سنين وأعوام ضاعت وأخذنا من ثورة الانترنير الأشياء الضعيفة الرخيصة وتركنا قمم العلم والمعرفة والدعوة إلى الصدق والصلاح والسلام بين الأرضان وقد أثر الانترنير وظهوره أيها السادة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمنها هذه الوسيلة في تفكك العديد من مجتمعاتنا العربية رغم الإيجابيات التي يحملها في طياتنا ويجب أن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي أيها السادة أدوات في أيدينا نستخدمها هي لا هي تستخدمنا نملكها نحن لا هي تمتلكنا نتعامل بها ومعها بقدر الحاجة ولا نستسلم لها لما تفرضه علينا من قيم دخيل على مجتمعاتنا العربية وعلى عوائلنا العربية وفي الواقع كما قلت في بداية الجلسة أيها الإخوة لا يمكن أن ننكر قيمة مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أركانها في نشر العلوم والمعرفة والتواصل بين الناس وسهولة اتصال المجتمعات بين بعضها البعض لكن مع ذلك أثرت بنسبة كبيرة على تماشك مجتمعاتنا العربية فنسمع في ذلك البلد أو في غيره كثرة حالات الطلاق الأسبوعي والشهري والسنوي في العديد من دول العربية بل حتى دول العالم ونجد أن العديد من الأبناء قد رموا آباءهم وأمهاتهم في دور العجزة لتأثرهم بالأفكار الغربية المقيتة أن الولد أو البنت إذا بلغ سن الرجل الثامنة والعشر قد ينفصل عن والديه ومن ثم تضعف همته على طاعة الله وشيئاً فشيئاً يكون لقمة سائرة بيد الشياطين وبيد الأفكار الغربية التي تهدم الدين وتهدم مجتمعاتنا العربية الأصيلة أيها السادة أقولها وبحق وبشفافية وأمام حضراتكم نحن في المجتمعات العربية لم نحسن التعامل مع الانترنت بشكله السليم وتأثرنا بالقشور وتركنا الجذور العميقة لهذه الوسيلة إذ أن الانترنت يسعى إلى نشر حقائق العلم والحداثة والتمدن والقيم العظيمة لكن الشباب للأسف قد ركز على الملابس وركز على ألعاب كرة القدم وإلى قيم تعمل وتنتشر في مجتمعات الغرب ولا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية والإسلامية وكثرت حالات الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء في المواقع وغرف التواصل الاجتماعي ولساعات متأخرة من الليل وتفككت العديد من الأسر العربية التي كانت يشهد لأبنائها وبناتها ورجالها ونساء بالبرنان وفقد الآباء والأمهات السيطرة على الأولاد لأنه إذا ما حاولوا تصطيح حالة من حالات سلوكياتهم يجدوا أبنائهم أن الوالدين أصبح غريبين وإذا ما قام الأب بتوجيه أبنائه تجد أن أحد أبناء يجيبه لو كنت يا والدي في أوروبا لحاسبتك ولا وضعتك في السجن والله أكبر على ما وصلت إليه بعض الأسر العربية من هكذا حالات سادة الأفار وأنت تدخل أحد بيوت مجتمعاتنا العربية تجد حالة التفكب حتى في جلوس أفراد الأسرة فتجد الزوجة منشغلة بهاتفها والزوج منشغل بهاتفها والأولاد كل منهم جالس في زاوية من زوايا البيت يتداول أخبار التواصل الاجتماعي وإذا ما أذن المؤذن لصلاة الظهر أو العصر ترى أن جميع أفراد العائلة قد يتأخرون أو يتخلفون أو حتى لا يصلون تلك الفريضة ويذهب طلاب المدارس وطلاب الجامعات أشبه بالنائمين إلى مؤسساتهم التعليمين وكأنهم في عالم ثاني فلا قيما للجان الأرشاد العلم والنفس في المدارس والجامعات لأن الطلاب لم يشبعوا من ساعات نوم كافية والزوجات تقصر بحق الأزواج لانشغالهم بهواتف من نقالة وينام عن صلاة مفروضة إلا ما رحم الله وأصبح الوالدين سجناء لتلك المواقع ومن الصعوبة للطلاع على ما في هواتف أولادهم لأن ذلك يشكل خرقا للديمقراطية الغربية التي شرعتها قيم الغرب على حساب وحدة وتماسك أوطاننا العربية وعوائلنا وأسرنا وإذا ما حاولت الزوجة توجيه زوجها بعدم الإكثار من التواصل الاجتماعي فيجيبها يجب أن تقلل أنت من ساعات الاطلاع على الهاتف كما تطلبين منه هكذا أصبحت حال مجتمعاتنا اليوم وبشكل أصبح يسيطر العنف والانهيار النفسي والإجرام على كثير من عوائلنا العربية وانخفض عدد القائمين لصلاة الليل بل أن دور الدعاة أصبح دورا تقليديا كلاسيكيا ينحصر في المسجد فقط وانخفضت قيمة المعلم لأنه هو ينشغل أولا بالإنترنت فكيف يوجه طلابه على أن يناموا مبكرين كي يستنقضوا لصلاة الفجر أو لقيام الليل مبكرين وأصبح دور معلم ليس مربيا فاضلا داعيا للقيم وببادئ الشريعة السمحة أصبح أشبه بآله تعطى العلم ولا تعطى الأخلاق وهنا أتذكر قول الشاعر رحمه الله شريعة الله للإصلاح عنه وكل شيء سوى الإسلام خسران وأصبحت حالة الاغتراب والاكتئاب النفسي تسيطر على العديد من أفراد العوائل العربية فعندما يسأل الأب أو الأم أحمد أولادهم ما بك حزين يقول لا أعرف لكنني أشعر كئيبا والحقيقة إنه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا وكم كان قد بنا جسرا طيبا في التعامل مع خالقه في الالتزام بالعبادات تراه هجر قرآنه هجر سجادته التي كان يصلي عليها هجر المساجد هجر صلة الأرحام هجر طقاعة والديه فالذي كان يقبل يدي أبيه وأمه بالأمس القريب أصبح لا يسلم عليهم حتى في أيام العيد أو في أيام رمضان أو يلتقي بهم فقط في رمضان على مائدة الأخطار وضعف التماسك الأسري والاجتماع بين الزوج وزوجته وبينهم وبين أولادهم وبناتهم بل أصبح حب الأوطان كلمات تقال على الألسن وأصبحت مفاهيم القيم والأخلاق مجرد كلمات تقال في المجتمعات وانخفضت عدد اللقاءات العائلية في البيت الواحد فالأب الكريم والأم الكريمة التي كانت كل يومين تلتقي بأولادها وتوجههم حذاري من أن تعملوا كذا وكذا أصبحت عاجزة عن ما قالته بالأمس أن تقوله اليوم لأنها أصبحت غريبة فتغذي الأولاد والبنات بالقيم السماوية السمحة لديننا الكريم لكن عندما يذهب الولد أو البنت إلى دور العلم هناك جماعات التأثير والضغط الإداري والنفسي تؤثر عليهم فما تعلموه قبل خروجهم من المدرسة من أمهم أو أبيهم يكادوا قد انتهى بخمسة ساعات قضوها في الدوام الرشوي في الجامعة والمدرسة وظهرت الأمراض النفسية والقتل والانتحار الذي تعانيه الدول الغربية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأصمحت المذهبية والحزبية والعشائرية تهيمن على قيم المجتمعات وبمجرد الضغط ضغطة واحدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تنتهي حياة أحد الزوجين كان بالأمس من أسعد الناس وتحولت حياتهم إلى شكوك ثم خيانة ثم انفصال ثم طلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما على صعير تأثير الإنترنية على الهوية الجامعية لقلاب الجامعات فأقول وبالله التوفير أيها السادة الأحبة الكرام إن الهوية الجامعية هي عبارة عن مجموعة قيم وجزها بالآث قيم أخلاقية عليا من اسمها جامعة تجمع الكلم الحقيقي الصادق تجمع القيم الصادقة تجمع القيم العلمية الصادقة تجمع القيم الأكاديمية الصادقة تجمع حقائق العلم السماوي الذي مد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ومده لأمته وحتى تقوم الساعة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام الهوية الجامعية تعني حب الأوطان الهوية الجامعية تعني الشجاعة الهوية الجامعية تعني الغيرة للطالب على أخته الطالبة وأن يشفق عليها في توجيهها لا أن يكون ذئبا بشريا والعديد من طلاب الجامعات اليوم يفهمون أن الجامعة والكلية واحة لنشر العلاقات الإبراحية ووسيلة لإقامة العلاقات اللاشرعية إلا ما رحم الله من يأتي إلى الجامعة في قصد الحصول على درجة علمية ونيل المعارف وأصول العلم والمعرف وفي دراسة مسحية لأحد الجامعات في الجول العربية أجريت الدراسة على 325 طالبا وطالبة في تلك الجامعة تم اختيارها إحصائيا بشكل عشوائي ظهر في الدراسة الأمورات اسمعوا سادتي الأفار ضعفت اهتمامات الطلاب الجامعة لهذه العين 325 بشكل أكثر من 85% في تقديم مواجباتهم اتجاه آبائهم وأمهاتهم واحترامهم في رحلة الدراسة الجامعية لكثرة استخدامهم للإنترنت بفترة من ساعتين وواحد وثلاثين دقيقة إلى سبع ساعات يوميا يعني الطالب يضيع من وقته اليومي سبع ساعات على الإنترنت طيب يشبقها من العبادة لله مشبقها من الناوم مشبقها من الوقت لطلب العلم مشبقها إلى آخرين أظهرت الدراسة انخفاض الواعز الديني بنسبة 70% منها ولل 325 خمسة وعشرين خمسين بالمئة ما يصلون والبقية خمسة وعشرين بالمئة يصلون بشكل متقطع يوم يصلي يوم ما يصلي النقطة الثالثة تأثير الانترنت على قيم الزمالة النقية الصادقة والعلاقات الجامعية الأخوية 33 بالمئة من أفراد العينة لديهم علاقات لا شرعية مع زملائي رابعا تأثير الانترنت على احترام الطلبة لأساترتين عندما يطلب أستاذ الجامعة في تركيا الدراسة من طلابهم إجراء تحضير للدرس في اليوم القادم استوقفهم 17% من عينة البحث لماذا نحضر أستاذ الدرس وأنت موجود في القاعة هكذا وصل الاحترام في معضل جامعات العربية انخفاض الالتزام بقيم السلوك والضبط بالأمس القريب كانت الدول العربية مثالا يحتذا به في التزام طلاب الجامعات العربية كان الطالب يحضر إلى قاعة الدرس قبل نصف ساعة ويجلس على مقعده الدراسة الآن في الامتحانات العامة في هذه الدراسة التي أجرت في أحد الجامعات العربية يحضر الطالب متأخرا بين 30 إلى 50 دقيقة للامتحان النهائي تصوروا مقاعة الدرسة امتحان نهائي يحضر الطالب متأخرا من 30 إلى 50 دقيقة متعذرا بأسباب واهية الإجدام وانقطاع الطرق والخط السريع الموجود مزدحمة بالناس ولكن السبب الحقيقي هو ينام متأخرا حتى ساعات الليل وطلوع الفجر ولم يرى اهتماما لإدارة كثرة حالات الجرائم الألكترونية بين القلاب يعني القلاب في حفلات التعارف في الصف الأول يأخذون هواتفهم فيما بين في الصف بحجة التواصل العلمي والمعرف وما إلى ذلك من شعارات لكن سرعان ما يقوم الطالب بالإساءة إلى زميلاته في الصف من خلال استخدام خبراته في عالم الانترنيت زيادة حالات السرقة العلمية لأساتذة الجامعات من خلال الانترنيت تجد أحد الأساتذة في هذه الدراسة أخذ اسم باحث زميل له في تلك الجامعة ومسح اسمه وأضاف اسمه وغير تغيرات بسيطة على البحر لكي ينسب له جهود ذلك الأستاذ انخفاض رصانة التعليم في العديد من دول العربية زيادة الخيانة بين طلبة الجامعات في علاقاتهم مع بعضهم البعض يعني مثلا يأتي أحد زملاء الطلاب في الجامعات في تلك الدراسة ويصارح زميله بأنه يحب زميلته ويرى بأن المستقبل لخطوبتها وزواجها وفق الشريعة السبعان فما كان من هذا الطالب إلا أن يخون صاحبه حسب هذه الدراسة التي أجرت في أحد الجامعات العربية ويذهب بإقامة علاقة مع تلك الشابة والطالبة قاصدا سرقتها من زميله وما إلى ذلك من قيم وضيعة زيادة حالات الغش نتيجة استخدام الإنترنت أقولها وبصراحة وبشفافية الحديث مع سيادتكم سادة الأفضل إذا رجعنا إلى خمسين عاما ستين عاما في جامعاتنا العربية في مؤسساتنا التعليمية ابتدائية متوسطة ثانوية اعدادية لم نقد نسمع إلا ما يعني حالات معدودة أن طالبا ما قد غش في مادة لأن كان الطالب يهاب إدارة المدرسة إدارة المدرسة قويمة راصينة غير مصابة بفساد إداري أو مالي ويهاب أستاذه ومعلمي لأن معلمه يسأل الطالب فيما إذا كان بحاجة إلى مال إلى أجر لكي يركب واسطة النقل ويعود إلى بيتي الآن في العديد من الدول العربية أصبح الطالب مصدر منفع للأستاذ يعطيه لكي يقوم الأستاذ برد الجميل له وإعطائه الأسئلة وما إلى ذلك وأقول هناك حالات في الدراسة التي طلعت عليها انخفاض رصانة العلمية للخريجين في العديد من دول العربية يعني الآن إذا نعمل مقارنة بين الأجيال الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات وبين الأجيال اليوم ونعمل امتحان رصانة علمية نجد أنه رغم عدام الانترنيت في تلك الفترات والحقب البعيدة لكن قدرة المطاولة العلمية لتلك الأجيال أوسع يعني نقولها في بلدنا العزيز العراق كان الطالب يذهب إلى محافظات لكي يجلب كتابا مرجعا علميا يعزز به محاضرته وأدائه العلمي هكذا هي بلداننا العربية العزيزة أما اليوم ورغم الانترنيت يذهب العديد من الطلاب إلى مكتبات لكي يعملوا لهم بحوث التخرج وهذا العديد من الدول العربية تشهد هذا الكلام عجي زملاء في العديد من الدول العربية قد تكون في الخليج في الشرق في غرب الأمة العربية العظيمة يقولون في بحوث التخرج نواجه مشاكل لأن الطالب قد اشترى بحثه هاي من تأثيرات السلبية الانترنية ننتقل إلى الهوية الوطنية كيف نعززها للطالب يجب أن تقوم لجان الإرشاد العلمي والنفسي وتمارس دورها الحقيقي في الأصالة والدعوة إلى العلم والمعرفة وإعادة تعزيز القيم الأخلاقية وأن لا يتعب الأستاذ وراء نفسه غريبا في الجامعة في الكلية في المدرسة لأنه الوحيد أو مع اثنين أو ثلاثة من زملائه الذين ينادون بإعادة تعزيز ونشر القيم الأخلاقية أتذكر قول شوقي رحمه الله قم للمعلم وفيه الترجيل كاد المعلم أن يكون رسولا وفي قول الحق سبحانه وتعالى في قول حبيبه ومثح حبيبه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يا سيدي يا خالة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا العلاج والحلول ناولنا الانترنيت بالشيء من تفصيل البسيط وانعكاساته على المجتمعات العربية وعلى التفكك الأسري وعلى القيم وعلى جوانب التعليم وعلى الهوية العربية وعلى حضارتنا وعلى قيم الجار وعلى قيم النمو الاجتماعي والعلمي حددنا الأسباب نحدد الآن ما هي السوليوشنز الحلول والعلاجات أولا أصبحت المجتمعات عبر الانترنيت منتشرة بشكل متزايد في عالم متغير وتظهر الأبحاث إنه منذ عام 2021 هناك أكثر من عشر ملايين مجموعة على الفيسبوك ركزوا سادتي الأفاضل عشر ملايين مجموعة على الفيسبوك ويستخدمها أكثر من مليار ومثمانمائة مليون شخص شهريا وهناك أكثر من سبعين مليون مشرف نشط يديرون هذه المجموعات على الانترنيت ومع ذلك غالبا يتم إعطاء الوسطاء والمسؤولين في المجتمعات عبر الانترنيت مسؤوليات بدون أي مهارات أو موارد لإدارة التهديدات والتحديات الألكترونية التي تحدث باختراق حسابات الأشخاص ونشر أفكار وضيعة وكذلك سحبهم إلى حافة الهارية بصور إباحية أو أفكار هدامة أو إلى مجموعات الإلحاد اللي هي ضد ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى نشر الأخلاق والقيم السمحاء التي جاء بها القرآن وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في فترة ما بعد عام الفين واثنين وعشرين قررت منظمة البحث أرضية مشتركة ومنهج تدريبي لمشرفين مجتمعات الألكترونية الرقمية اللي هي على الانترنت لبناء التماسك الاجتماعي لمستخدمي الانترنت ولحماية الأعضاء من النتائج السلبية ثالثاً تدريب مشرفي المجتمع الرقمي أي مجتمع الانترنت على بناء تجارب أخلاقية من خلال التدريب الألكتروني والآمن لمجموعات الناس عبر الانترنت رابعاً أهمية إقامة دروس ومحاضرات وورش في الحصانة الأمنية الألكترونية لجميع الأفراد والجماعات المشتركة في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ووجوب تحصين معلوماتهم وقواعد خصوصياتهم والاطلاع على عمق الجماعات التي ينتسبون إليها قبل إرسال طلبات الاشتراك خشية وقوعهم في مجموعات ومستنقعات عبارة عن أفكار في الفساد الأخلاقي والديني وكذلك الفساد المالي والإداري أو مجموعات المخدرات ونعوذ بالله أو مجموعات أخرى في الجريمة المنظمة أو مجموعات المتاجرة بالأعضاء وهذه كلها محرمة ويجب أن نحصن أولادنا وبناتنا من هذه المعاكة وهناك مجموعات أخرى ظاهرها جميل لكن هي مجموعات تجسسية تدعو إلى التجسس على البلدان العربية لصالح جماعات بعيدة عن مجتمعاتنا العربية وعن دولنا العربية وتؤدي إلى الخيانة العظمى لحق بلداننا العربية والإسلامية خامساً أخذ قادة الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المدارس كافة ولجان انضباط الطلبة ولجان الإرشاد فيها أدوارهم الحقيقية أمام الله والتربوية وبشكل مستمر ودائم وعقد لقاءات إسبوعية واجتماعات لتذكير الطالب والطالبات بنوعية الأفراد والتلاميذ الزمل لهم والزميلات لهم في الجامعة وحسن اختيارهم بما يتناسب مع قيمهم الأخلاقية بعيداً عن المنافع وكذلك بعيداً عن الإسراف في الاشتراك في قيم وضعية سادساً عدم الاشتراك في المواقع الإبراحية أو التي مشكوكم فيها أو التي تحث على خطاب الكراهية بين المسلمين أو التي تدعو إلى التحزم أو المذهبية أو العشائرية أو التي تؤدي إلى نشر الشائعات والفوضى الاجتماعية والسياسية أو تسقيط المجتمعات والدول العربية أو التي تؤدي إلى التفقق الأسري سابعاً عدم الانخراط في السجالات الدينية ما بين الأديان والمذاهب على حساب تفقق المجتمعات بل يجب لملمة أوراق مجتمعاتنا ويعادة التماسك الأسري إليها ثامناً عدم الاشتراك في مواقع الفوضى الفكرية والاقتصادية تاسعاً لا تكون لا تكون مساهماً في نشر الفوضى الفكرية أو التحدث بأمور تهم الدين لكن أنت بدون دراية أو خلفية علمية للمشاركة فيها وبشكل يؤدي إلى أضعاف هيبة الدين نتيجة عدم إلمامك بالعلم الشرعي وسياقات هذا العلم عاشراً في نشر البحوث العلمية التي تخدم الإنسانية وتخدم عوائلنا العربية وتعزز من رصانة الأخلاق وتماسك المجتمع وحب الأوطان وحب الوطنية الحقيقية لكل بلد وتعزيز المناهج العلمية الرصينة وتعزيز وحدة الصف العربي وقيم المجتمعات العربية الأصيلة وتاريخها وتراثها وحضارة بلاد العرب المجيد نقطة الحدي عشر تجنب الإفصاح وبشكل صريح عن معلوماتك الشخصية لكائن من كان وأن لا تمنح الثقة لكائن من كان ثاني عشر تجنب الوصول إلى حالات الابتزاز الإلكتروني عند سيطرة الشهوة والثرثرة على مستخدم الإنترنت ثالث عشر تجنب التعليق في مواقع تسيطر عليها الجيوش الإلكترونية لكي تسحب مستخدم الإنترنت إلى مساحات تؤذيه وتضره مستقبلا رابع عشر عدم الإجابة على إيميلات مجهولة الهوية خامس عشر عدم الإجابة على الإعلانات التي ظاهرها جميل لكن تسيطر عليها سراق يسرقون رواتبك أو معلوماتك خامس عشر محاولة تأصيل القيم والمبادئ الأخلاقية بديننا الحنيف إلى هنا فيه قدر من الكفاية والصلاة والسلام على سيدي رسول الله المشهود بالهداية الشفيع المشفعي يوم العرض على الله فأترك المجال لسيادتكم سادة الأفاضل وأكرر شكري من بعد الله تبارك وتعالى إلى أستاذة الأخت الدكتورة هند المحترمة والأستاذ الدكتور عدنان قلعشي الذين أفاضوا علينا بعد الله في هذه السويعة كي نناقش موضوعا في غاية الأهمية يكين ويزيد من همومنا لما نجده في مجتمعاتنا ومجتمعات بلادنا العربية من هموم وأحزان من جراء الاستخدام السلبي للإنترينير فأترك المجال لسيادتكم إن كان في صدوركم سؤالا أو مداخلة فحياكم الله وبياكم رزاك الله خيرا بارك الله فيك سعادة الدكتور رائد فاضل جميل الشيخ لي على هذه المحاضرة الرائعة والتي يعني شخصت فيها المشكلة وإن شاء الله وضعت لها الحلول والعلاج بارك الله فيك ونسأل الله أن يكتب لك ذلك في ميزان حسناتك نعم أحبتنا الحضور الكرام نفتح الآن باب المداخلات والاستفسار لمن أحب أن يستزيد فبإمكانه رفع أداة اليد للمشاركة بطرح سؤاله أو بطرح مباشرة في صندوق المحادثة الدردشة الشات فتفضل من أحب أن يشارك فليرفع أداة اليد نعم معنى المداخل الأولى الباحث بالوافي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الموصلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم وتحياتي للجميع مع حفظ الرقاب والرتب والمهام على كل حال ليست لدي إضافة وإنما هي رسالة شكر وتقدير واحترام وإجلال لأستاذنا الفاضل المحاضر الدكتور الرائد على هذه المحاضرة القيمة التي من خلالها أعطانا معلومات كثيرة وكثيرة من الواقع الذي نعيشه ونتمنى أن تجد هذه المحاضرة وما جاء فيها أزانا صغية لمن اطلع عليها وشكرا لكم على إيجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بارك الله فضل دكتور رائد شكرا جزيلا للأستاذ الباحث على ما أفاض علينا من كلماته التي هي البلسم الشافي لأنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ننصرها ننصرها يا رسول الله عندما يكون مظلوما فكيف ننصره عندما يكون ظالما قال عليه الصلاة والسلام أن تحجب عنه الظلم أو كما قال سيدي رسول الله فأحيانا للإنسان سيدي الباحث المحترم يظلم نفسه بالسير على خطى بعيدة عن خطى المعلم الأول وشيئا فشيئا يبتعد عن حبيبه فالبعد في المسافات هو بعد في القلوب لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ينادينا وهو في المدينة المنورة الشريفة عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام هذه القيم التي هي كثرة موجودة فيها ما يحتاج لنا فقط أن نمد بالكهرباء والكهرباء هو السلاح الواقي لنا ولأولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا من التفكت هو هجر رسول الله الذي قال بحقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم شكرا لسياتك صلى الله عليه وسلم نعم أحبتنا الكرام ما زال باب المداخلات مفتوح فمن أراد أن نشارك ويطرح سؤاله مباشرة على الدكتور أو يكتبه في صندوق دردشة التشات طبعا في مداخلات معنا في التشات منها من الدكتورة انتصار حمزة تقول بارك الله فيك دكتور رائد أثريت الموضوع من جميع جوانبه من خلال تشخيص الخلل ووضع المعالجات والشكر موصول لجميع القائمين على هذه المنصة بارك الله فيكم دكتور انتصار شكرا مداخلات مداخلات مفتوح من أراد أن يشارك فليتقض مفتوح أحبتنا الكرام من أراد أن يطرح سؤاله مباشرة فليرفع أداة اليد أو يكتبه في صندوق دردش أتشات طيب معنا مداخلة فاتحة تفضل تفضلوا أعطيتم الصلاحين سلام عليكم تسمعونني نعم تفضل حياكم الله حياكم الله ومعا وشكرا جزيلا لكم حضرة الدكتور على هذه المحاضرة القيمة التي نحتاجها بشدة ليس في عصرنا إنما في أيامنا هذه بالضبط لأن ما قلتموه وما أشرتم إليه من دراسات ومن إشكالات ومن حقائق حقيقة تدمي القلب للشباب المسلم الطلبة خصوصا الطلبة في الجامعات يعني واقع الطلبة الآن للأسف لم يعد واقع حقيقة يبشر بالخير لأن في الحقيقة أصبح الطالب منكبا على هذا ما أقول دائما معكم عفوا معكم الدكتورة فاتحة من المملكة المغربية المؤعرف بنفسي من جامعة السلطان مولي سليمان حقيقة واقع الطلبة والله يدمي القلب يا دكتور حياكم الله يدمي القلب عن ما حقيقة أصبحنا نشاهده ونلمسه ونلاحظه من كباب على الجسد وليس على العقل وليس على التربية وليس على التكوين وليس على الجامعة وليس على ما تقدمه الجامعة أصبحت الجامعة للأسف يعني وكأنها كما قال الدكتور مشكورا كأنها يعني مكان لللقاء وليس مكان للعلم والتحصيل والتكوين ولكن دائما أشير إلى مسألة أساس هي أن للأسف الوالدين أو الآباء والأمهات ربما قدموا استقالة من عملية التربية وربما ما نشهده ونلاحظه اليوم ما هو إلا يعني نتاج وحصيلة يعني هذه الاستقالة وكذلك يعني ما نراه في الشارع ودور الإعلام وأشياء كثيرة شكرا جزيلا لكم وتحية لكم جميعا وأشكر المنصة على هذه المحاضرة القيمة شكرا دكتورة فاتح شكرا بارك الله فيك نعم دكتور شكرا نعم شكرا دكتور عدنان الحقيقة أختي الدكتورة فاتحة المحترمة شكرا لسيادتك على المداخلة والحقيقة أنا في أحد المحاضرات الأونلاين كانت في أحد المنصات العالمية على ما أظن منصة فيجين قلت وكنت صادق في طرحي قلت أنه الأستاذ في الجامعات العربية الآن قبل ما يدخل إلى قاعة الأمتحان يفترض أن يأخذ طلابه ويطوفهم بالبيت الحرام ويقول لهم أولادي لكي نعيد هيبة المؤسسات في الدول العربية التعليمية هذا عهد الله بيننا ضعوا أيديكم على البيت الحرام لكي نبدأ من جديد في طلب العلم والمهام وهم يبقى ملعب في قلب الأستاذ أو المعلم في أي مؤسسة تعليمية لأنه لربما ينقض الطالب العهد عندما وضع يديه على البيت الحرام ويخون أستاذه في قاعة الامتحان وتسول له نفسه والشياطين بأن الغوش حالة عادية هكذا وصلت بالبلبان العربية نتيجة هيمنة أفكار الغرب وأنه يزرعون أنه هناك مرسلة في الأذن ممكن أن يساعدك في الغوش هناك الملازم الألكترونية هناك السراعات هناك قدح الماء شفنا العجب بعد ظهور الألكترونية كغوش ألكتروني في كل جامعات العالم حتى الولايات المتحدة التي تدع برصانة التعليم اطلعت على أحد البحوث في جامعات هرصينة المسبوقة بالتأسي صارة مئة أو مئة وعشر عام أنه 30 إلى 50% يطلبون الطلاب إلى قاعات الامتحان ومعهم وسائل الغوش وفي أحد الجامعات حمل أحد مدراء القاعات الامتحانية في الولايات المتحدة مسدس شخصي كي يهدد به الطلاب قبل ما يخرج من القصاص الامتحانية وغوش هكذا وصل العالم لأمريكا تدعي الآن بأنها صاحبة التقنيات الحديثة في كشف الغوش بينما رغم ما وصلت إليه الدول العربية وإسلامية من غوش بسبب الانترنية لكن هناك طلاب عندما تذكر حديث لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات قد يخجل من سيدي وعندما تذكره بالله وبالآخر قد يرجع ضمير لأن ضمير صحيح والحليب الذي تغذاه من والدته كان حليبا نقيا محمديا فيتذكر الإنسان ويعود إلى وعيه لكن حقيقة يحتاج إلى إعادة هيكل في كل يوم لأن نجمع شتاة الطلاب الذين يخرجون عن الوعي الإسلامي عن الوعي الأخلاقي عن الوعي المحمدي ونعيدهم إلى حاف وإن لا تمن سيدي الأستاذ أو سيدتي أختي الدكتورة الفاضل لا نمل من التوجيه هي هاي مهنة الأنبياء من نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الملكين قال إن شئت أطبقنا عليهم الأخشابين فسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله لله عسى قالوا العلماء تفيد التوكل والأمنية وما إلى ذلك فإحنا يجب أن تكون أنفاسنا معلقة بأنفاس معلمنا وحبيبنا الأول فيها مهنة الأنبياء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد إلى آخرين يا بجاي أنا بس أعلمكم قيم لا تنرجون من عندي وكل واحد يحب هذا طريق طريق الحق كالشمس يضحاها والقمر إذا تلاه ماكوا والشياطين تعشعش في القاعة الشياطين تعشعش في باحات الجامعات في كل الدول العربية والعالمية والمتقدمة فأنت ش تقاتلهم تقاتلهم مو بالجسم القلب الصنوبري أخي الفاضل أختي الدكتورة الفاضلة نقاتلهم بالقلب الروحي الذي يدعو إلى الصلاح والسلام هكذا يا رسالتنا في كل مؤسسة بالمناسبة هي رسالة التعليم هي رسالة الأنبياء ورسالة الدعاء حتى وأن لم يدس الإنسان عمامة رجل الدين أو إمام المسجد أو إلى ذلك هو قلبه مع الله ومع رسوله لأن يهدي بك الله رجلا خير لك من الدنيا وما فيها أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني إذا جب الطالب كان الفرحة في زمرة الغشاشين في زمرة الزنات حاشاكم في زمرة الكذابين ونقلت اليوم نقلة نوعية وقام يصلي الفجر في وقتها والصلوات قام يفارق أصحابه رفاق السوق في الجامعة في المدرسة هذا نصر يجوز يكون هذا في يوم نيام وزير في بلده العربي قائد مؤسسة مدير عام مدير ثانوية رئيس جامعة عميد كلية شكرا لأستاذ الدكتور على المداخلة وجزاكم الله خيرا وحفظ كل بلداننا العربية وأهلنا العربية في كل مكان من الشام إلى تطوان إلى آخره وقول الشاعر رضي الله عنه ورحمه اللهم آمين بارك الله فيك دكتور معه مع المداخلة الدكتور أحمد الرجوب تخضع دكتور الرجوب برحمة الله وبركاته تحيات لدكتور أستاذ عدنان بارك الله فيكم وكل شكر والتقدير أيضا لمنصة أريد ورئيس التنفيذي والمشرفين جميعا والحقيقة أنا أحمد الرجوب بالتحكيم التجاري ومهتم بقضايا الأسرة مستشار قانوني وباحث المعاملات الإسلامية أيضا بحكم عملي في موضوع قضايا الأسرة يعني أمور قد ينذرها الجبين وهو مواضيع الانشغال أب والأم في العمل وترك الأبناء يصولون ويجولون سواء أثناء المدرسة أو بعد انتهاء من الدوام باعتبار الأم مشغولة في عملها والأب أيضا هذا طبيعة الحال فهل ترى سيدي الفاضل أنه يعني في وقتنا الحاضر انشغال الأم في ذهابها للعمل وهذا أصبح نسبة كبيرة أنا طبعا سوريا الجنسية مقيم في الإمارات نسبة كبيرة من النساء الأمهات يذهبون إلى العمل وإما يتركون الأبناء بعد المدرسة مع خادمة أو ربما يتركون بأنفسهم أو يتركون للإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي وهكذا فأرى أن عمل المرأة هو سبب أساسي وخاصة هذا أمر يفاقم أيضا إلى وجود خلافات كبيرة تحدث بين الأب والأم يعني بشأن قد يؤدي إلى الطلاق ويكون بشأن الأبناء وحدوث المفارقات الكبيرة فأنا أرى يعني ذهاب المرأة كمان وانفتاحها إلى العمل بنسبة كبيرة طبعا وساعات قد تكون طويلة هو سبب أساسي أيضا في انشغال الأبناء بالأنترنت ومواقع التواصل وكفاء عن الدراسة والتعليم فما ترون جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا نعم فضل دكتور حفو دكتور عدد شكرا شكرا سيادتك دكتور عن مداخلة الحق كأشرة حضرتك إلى نقطة مهمة أحيانا الزوجة تذهب إلى مكان الوظيفة وندفع ثمن كبير كبلاد عربية وأم عربية مجيدة تاريخها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فتجد أن في الوظيفة اختلاطات رجل موظف وموظفة في غرفة واحد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلونا رجل بأمره إلا وكان الشيطان وثالثهما وفي رواية أخرى عن أحد الصالحين يقول لا يخلونا رجل بأمره حتى وإن كان يحفظها القرآن هذا دين واضح كالشمس نحن مو نتذهب الموظفة تجيبنا مبلغ بسيط وتلتقي برجال في المؤسسة وشيئا فشيئا يطلب رئيسها المباشر هاتفها ويقول لها خاف أكو توجيه إعمام حتى بعتلكم على الواتساب وشوي شوي ينزغ الشيطان على الواتساب ويصير أمور أخرى غير شرعية فكيف تطلب منعدها أنه تأخذ عائلتها إلى حرفة السلام وهي واقعة في المشكلة الكبرى ليبتعادها عن منهج خير الأنام عليه الصلاة والسلام الأم مدرسة ما قال الأب الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هذا الحليب اللي يدرديه الأم بقيم بقيم روحية بحب الوطن حب الدين حب النبي عليه الصلاة والسلام إحنا ليش نحب رسول الله وصار الفجوة بيننا وبينا 1500 عام سيدنا رسول الله وفي المدينة المنورة الشريفة يقل بيننا وبينا أميال لكن تشتاق القلوب لأنه هذاك الجيل من الأمهات زرعة والمحبة مالتنا ومحبة نبينا عليه الصلاة والسلام في قلوبنا من 1500 عام ونشتاق لزيارتي في كل عام ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه رضاه قال له لشما ذهبت هذا العام إلى الحج قال متيم عوقه الدنبو الله 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 متيم عوقه الدنبو يعني مشتاق إلى زيارة سيدي ومعلمي الأول لكن الدنوب عوقتني عن الذهاب إلى البيت الحرام وزيارة خير الأنام في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام فكلما كانت التربية هشة كيف تطلب من الأم أن تنقلوا عائلتها إلى بر الأمان وتضعوا في سفينة الأراجين رضا الله ورضا رسول الله عليه الصلاة والسلام المقابل وجدنا نساء عظيمات والعظم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام تذهب ولا تختلط في الوظيفة شرط أن تجلس في غرفة فيها نساء وترجع تطبخ الطعام وتسر على راحة الزوج وتربي الأولاد وتربيهم على كثرة المخافة الله وتخرج للباب وراهم لا تطلب درهم من صديقك لا تطلب دينار من صديقك لا تتكلم بالسياسة عينك على زملائك فقط الذين هم يعطوك علما ومعرفة لا تنظر إلى الطالبة التي بجوارك لا زال هكذا جيل من أمة سيدي رسول الله كثيرات في بلداننا العربية ونرجو من الله أن يحفظهم ويجعلهم منتبار الداعيات إلى المنهج المحمد الشريف وأشكر حضرتك على المداخلة سيدي الدكتور الفاضل شكرا بالك الله بالدكتور معنا المداخلة الأخيرة أنا أظن مرة أخرى الباحث بالوافع عبد الرحمن تفضل السلام عليكم حياك عليكم أعود وأقول مرة أخرى أن سبب ما نحن فيه هو انحرافنا عن مبادئنا الإسلامية ولا خلص لنا من هذه الشوائب التي دخلت مجتمعاتنا إلا بالانتزام بهذه المبادئ ونتمنى الدكتور لو كان لو كان هذه المحاضرة موجودة بشكل PDF يبعث هذه المحاضرة وشكرا شكرا لسيادتك دكتور صارح الله جزاك الله خيرا وإن شاء الله نلتقي كأخوة قلبيا قبل وروحيا قبل ما نلتقي حضوريا كل بلاد العربي أوطاني من الشام لبغداني وما إلى ذلك من قول الشاعر طبعا قدري تحفظ لهذا الشعر حقيقة بقافية عالية الجودة فأعتذر لعدم حفظه وأعترف أمر بحضراتكم بأنه أثقلت الدنيا على ذاكرتنا والهم فضعفت الذاكرة ولم يبقى إلا فيها حب الله سبحانه وتعالى أعتذر لحضراتكم جزاك الله خير دكتور بارك الله فيك هذا يكفينا وزيادة جزاك الله خير الله يحفظ جزاك نعم كلمة ختامية دكتور نغالي حتى إن شاء الله ننتقل إلى طريقة شرح الحصول على الشهادة فأتفضل بارك الله نعم أكرر شكري لسيادتك ولأستاذ الدكتور الهند المحترم أكون أستلتقي في التجارة وفي رؤوس الأموال نحن التقينا عبر هذه الساعة المباركة إخوة أشقاء ما دام في عيوننا حب أوطاننا وديننا وعلومنا التي منحها الله لنا وإن شاء الله لا نقول وداعا بل هذه ستكون ساعة أولى للقاء أخوة يتداولون علومهم ومعارفهم التي منحها الله لهم في قلوبهم وعقولهم رغم بعد الأميال والمسافات نبقى على منهج سيد الكائنات سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأيام الباقيات من أعمارنا وخلواتنا مع الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله الله يحفظكم ويحفظ بلداننا العربية ومدننا العربية ويحفظ أهلنا في كل مكان من العراق والشام والأفريقيا وآستيا العربية ويجعل الخير والبركة في كل جزء من أجزاء بلداننا العربية ويكفينا الله الشر الهموم والأحزان وكل اعتداء ويحفظ السلام الذي منه الله علينا وهو السلام ومنه السلام ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونرجو الله دعواتكم إلى هذا العرب الفقير إلى الله سبحانه وتعالى أعتذر عن الإطالة جزاك الله وعنا كل خير وبرك الله فيكم سعادة دكتور راد الشيخ على هذه المحاضرة الرائعة وعلى هذه المداخلات الأكثر من رائعة وقيمة جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يكتبها لكم في ميزان حسناتكم معما حبتنا الكرام وصلنا معكم جزاك الله خير دكتور رضا يكرم وصلنا معكم إلى طريقة الحصول على رابط الشهادة الحضور والشهادة وسنقوم إن شاء الله سوية بشرح هذه الفقرة نعم أحبتنا الكرام نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل أولا تم وضع جميع الروابط في الشات من أراد أن يدخل مباشرة لها وبإمكانه أن يعود معنا للشرح فندخل على محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهر بصورة الواضحة أمامكم لمن كان مسجلا في المنصة فبإمكانه بمجرد الضغط على تسجيل الدخول سيقوم بالدخول مباشرة بعد وضع إميره وكلمة السر وبالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد معنا فبإمكانهم الضغط على تسجيل أو سجل مجانا ننتقل 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 بعدها مباشرة إلى هذه الفقرة ويتطلب معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد الكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها بعد ذلك نقوم بالضغط على التسجيل فترسل المنصة رابطا إلى البريد الكتروني الخاص به وبمجرد ضغط عليه نصبح أعضاء الرسميين في المنصة وهناك أيضا فيديو مرفق يشرح طريقة التسجيل بصورة بسيطة بعد ذلك ننتقل إلى الحائط المنصة أو الصفحة الرسمية لها والتي تظهر أمامكم بهذا الشكل نقوم بالضغط على نظام عليم من الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم بعدها ننتقل إلى جميع أقسام النظام التي تظهر أمامكم نختار منها المحاضرات القادمة وتظهر أمامنا جميع المحاضرات التي ستقدم إن شاء الله أو قدمت وبإمكاننا الضغط على المحاضرة التي نحن بصددها وهي نحو إعادة هيكلة جودة التماسك الأسري للمجتمعات العربية في ظل ثورة الإنترنت ندخل بعد ذلك إلى المحاضرة ونختار إصدار طبعا أولا يجب تضغط على التسجيل تظهر أمامنا زر التسجيل ومن ثم نحدث الصفحة فتظهر أمامنا الروابط الخاصة بالشهادة فمن أراد الشهادة باللغة العربية فإن كانها الضغط على إصدار الشهادة بالعربية أو من أراد بالإنجليزية فإيضا يمكنه ذلك بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة ونقوم بتحميل الشهادة وهذه الشهادة برسوم رمزية قدها خمسة دولار فقط وهذه الرسوم وذلك لاستمرارية المنصة وبالنسبة الأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميل جميع الشهادات مجالا وأيضا لمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة الزاوية الشاشة بيسرى فلننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد وهناك عدة طرق منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الاتمانية أو البايبال أو شركاء الحوالات المالية وتجدون فيها أرقام جميع شركاء المنصة وأيضا عبر ويسترين يونيون وأيضا هناك شرح مبسط لطريقة تعبئة الرصيد لمن أحب أن يستزيد من ذلك أيضا إن شاء الله برفع تسجيل هذه المحاضرة على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب والتي تظهر أمامكم هذه هي الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب والتي تشاهدون فيها جميع التسجيلات والمحاضرات التي قدمت وجميع الفعاليات المنصة التي قدمت في الأيام الماضية نعم أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه المحاضرة ونسأل الله أن نكون اللقاء معكم قريبا في محاضرات قادمة بإذن الله ونختم هذه المحاضرة بكفارة المجلس وهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته